طيب نبدأ مع بعض بترند الاهلي ونشوف ترند الاهلي في ايه لان فيه تفاصيل مهمة جدا هنتكلم فيها اولا حساب يلا قورة النهاردة بتكلم على التشكيل المتوقع اللي ممكن يخد بالاهلي مواجهة اليوم امام سيراميكا كيليو بطرة كان معنا فاروق بتكلم على عودة بعض العناصر في قيمة الفريق النهاردة ابرزهم بالتأكيد عودة معلول وهاني واستمرار افشا تشكيل الاهلي المتوقع مصطفى شبير في حراسة المرمة محمد هاني بيعود لمركز الظاهير الايمن بعد مشاركة خالد عبد الفتاح المباراة السابقة محمود متولي عبد المنعم عالم علول ايضا بيعود بعد مشاركة محمد اشرف في المباراة السابقة بدينا له عمر السلية اليو ديانج مروان عطية في وسط الملعب مروان عطية بالتأكيد من العناصر المهمة جدا في الفترة اللي جاية معهم كمان افشا عفوا احمد عبدالقادر قهربة او محمد شريف ما تم ارحته في المباراة قبل السابقة طيب نروح لحساب كورا 11 وبدأنا بقى ايه نخرج في اطار الاغراءات للمدير الفني بعد ما كان فيه كلام كتير جدا على الصفقات اللي ممكن تتيجي للعيبة لا بقى الكلام متعلق بكولر اللي لسه مخلص اول موسم ليه مع النادي الاهلي على فكرة للتصدي من اغراءات الخليج الاهلي يتخذ قرار عاجل بقيادة الخطيب من اجل تجديد عقد مارسل كولر التفاصيل بتقول ايه ان كولر مرتبط بتعاقد مع الاهلي حتى صيف 20-24 وبالتالي الراجل لسه كمان مستمر مع الاهلي سنة تانية لكن فيه تقارير بتقول ان الاهلي يرغب في تجديد تعاقد المدرب في ظل ان فيه عروض بتيجي لكولر في الفترة الاخيرة لسه بادر على الكلام ده وانا باكد لكم ان الكلام ده فيه تفاصيل كتير غلط الاهلي مركز في الفترة اللي جاية وكولر اصلا بيحاول يعمل تاريخ جديد مع الاهلي راجل لسه يعني بيحاول يعمل حاجة اه فاس باثنين سوبر واحد كاس ولكن الهدف الاسمة والاهم دور ابطال افريقيا والدور العام فان شاء الله بإذن الله راجل مستمر مع الاهلي لسه باقي سنة في عقده تخلص المرحلة الاولى ويبدأ التركيز على المرحلة اللي جاي ملعب القاهرة 24 خبر متعلق بعلي لطفي تطور جديد بشأن موقف علي لطفي من نهائي دور ابطال افريقيا امام الوداد ودي لها تفاصيل مهمة لعلاقة بيتحسن حالة عالي لطفي بعد اصابته في العدلة الخلفية عالي بدأ يستجيب بشكل جيد للعلاج والبرنامج التأهيلي والعلاج المكسف يعني ان شاء الله أصفر عن ان اللاعب يكون جاهز ابتداء من بكرة للتدريبات الجمعية وبغض النظر عن هذه الاخبار طبقا للمصادر زمنا فارو صلاح قال كلام مهم جدا بخصوص جاهزية الشناوي عودة عالي لطفي للتدريبات من بكرة نهاردة مصطفى شبير موجود في المعسكر وموجود في مباراة سيراميكا كيليو بطرة وبالتالي ان شاء الله مفيش اي قلق خلال الفترة اللي جاي اخر حاجة في ترند الاهلي كورا بلاس وصفقة ممكن تنضم للاهلي تبقى للمصادر اللي صرحت لكورا بلاس ولكن هل تفاوض الاهلي مع حمزة هانوري لعب الفتح الرباطي رئيس الفتح الرباطي بيكشف التفاصيل في تصرحات خاصة لكورا بلاس تحدث حمزة الحجاوي رئيس النادي الفتح الرباطي وقال ان الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات في الاهلي تواصل معاه في يناير الماضي وسألوا عن المتطلبات الملائلة اللاعب حمزة هانوري حمزة متعاقد مع الفتح الرباطي ثلاث سنوات ولسه دي السنة الاولى ولو الاهلي فكر فيه او فيه عرض يبقى يكون بنهاية الموصل هل ممكن يبقى فيه عرض؟ الراجل قال ليس لدينا مانع من الانتقال ولكن الاهلي لسه ما تكلمش معنا واخر مرة تكلم معنا كان في يناير وانا بأكد لكم لسه الملف ده في تفاصيل كتيرة لان في ترشحات بتيجي بخصوص مركز رأس الحرب ويبقى فيه اجتماع مع كولر الفترة اللي جاي عاقب مباريات افريقيا وقرب الحصول على الدوري او حسم الدوري عشان تبدأ تتحضر للملف اللي جاي او الملفات اللي جاي ويبقى فيه اسماء مرشحة قدامك ساعتها كولر هيبدأ يختار مين الاعرب مين الافضل التفاصيل المالية الاتفاقات كل ده هيبقى لسه ليه كلام كتير اول فترة جاية فالكلام دلوقتي سابق الاوانه فممكن مثلا حمزة ودوري يكون من ضمن الاسماء المرشحة بس ممكن ترتيبه بالنسبة لكولر تلاتة اربعة خمسة فالكلام مش هناخده بشكل رسمي وهنأجل الحديث فيه لغاية لما نخلص الموسيق ترجمة نانسي قنقر